السلام عليكم وياكم من دكتور عمر القيسي واليوم جيتكم فيديو جديد عن خبر أطلقته الـ MBME أو National Board of Medical Examiners عن امتحان الـ USMLE اللي هو United States Medical License Exam اللي هو امتحان معادلة الشهادة الأمريكي فأكو خبر جديد عن ستيب 1 فخلي نناقش هذا الموضوع ونفهم معطيات هذا الموضوع بالنسبة لك طالب طيب بشكل سريع هو شنو امتحان الـ USMLE هو امتحان معادلة يسمح لك بمزارة المهنة في أمريكا إضافة لذلك أنه هو هذا الامتحان لو أنت سويته ممكن تستفاد في دول ثانية من هذه شهادة كونه شهادة طبية معترفة وقوية جدا قسم كبير من الدول تعترف بها طيب هذا الامتحان هو طبعا بـ Step 1 Step 2 Step 3 عدة خطوات كان أصعبها على الطلاب نوعا ما في السابق هو امتحان Step 1 الخطوة الأولى لأنه مثل ما راح أوضح لكم ما راح تشمل مواد بيسك مواد أساسية من البيولوجي من المايكروبولوجي من الفيسيولوجي من الأنتومي من كثير مواد اللي يدرسها طالب الطب في بداية دراسته وكان صعب جدا على الطلاب يعني خاصة لما يكون متقدم بالمراحل أنه يرجع ويدرس بشكل مفصل مواد هو أصلا خلصها ودرسها في السابق في الجامعة والآن هو يعني نسى أغلبها فكان تحدي للطلاب صراحة وكانت الـ School اللي تجي أو الدرجة اللي تجي من امتحان الخطوة الأولى الـ Step 1 كانت يعني يعتمد عليها بالمستقبل لما أنت تشتغل في أمريكا تحصل حتى اختصاص معين يعتمد بشكل كبير على هذه الدرجة فكانت تسوي نوع من المنافسة الصعب بين الطلاب حتى يوصلوا إلى درجة أعلى وهم هي أغلبها معلومات بيسك أنت ربما قسم كبير من هذه المعلومات ما راح تستفاد منها عمليا في حياتك المهنية وهذا بشكل مختصر الموضوع طيب شنو اللي صار؟ عدنا هنا بس أسماء اثنين حتى تعرفوها ولا تخربطون بيها عدنا الـ Federation of State Medical Board FSMB وعدنا الـ National Board of Medical Examiners هذول الاثنين أو هذه المنظمتين مسؤولة عمليا عن هذا الامتحان امتحان معدد شهادة الأمريكية اضفنا إلىها عدها امتحانات ثانية دولية مثل الآيفون وغيرها أيضا هي مسؤولة عنها وبالتالي تنطيق اللايسنس أو يعني شهادات مزاولة المهنة فهذا بالنسبة لهذه المنظمتين طيب شنو اللي صار؟ الـ FSMB أعلنت انه احنا راح نسمح للطلاب انه يحصلون وقت اكثر لان يدرسون الـ Step 2 اللي هي Clinical اكثر اللي المخطوة الثانية ووقت اكثر لتطوير مهاراتهم خلينيقولي الـ Clinical أو مهاراتهم العملية ونقلل الضغط بامتحان الخطوة الأولى الـ Step 1 نفس الشيء قالتها الـ MBME طيب شلون؟ خلي نعرف من خلال انه هذا الامتحان يتحول الى Pass Fail Exam يعني شو الـ Pass Fail Exam؟ يعني لو ناجح لو راسب ما بيدرجة بالنهاية نجاح رسوب نجاح رسوب وانتهى فأنت فقط هدفك الآن تنجح في الامتحان ليس أكثر طيب هل هذا الآن شكل فرق في الامتحان؟ نسبيا نعم شكل فرق في الامتحان كان انتحان الخطوة الأولى من أصعب الخطوات وبالتالي الآن شال هذا أو شال صعوبة من هذا الامتحان ربما نوعا ما خلوا المسألة أقرب أنه تكون لـ Clinical أكثر يعني تهتم بالـ Step الثاني أكثر تهتم أنه تطور مهاراتك أكثر تهتم أنه تحصل recommendation letters أكثر يعني أنه شنو تروح الدكاترة يحاولون يكتبون يعني خلنا نقول مثل توصية إليك جيدة ومن المقابل أنت تكون متصدر فمن خلال توصيات جيدة من خلال البحوث العلمية فخلوا الاتجاه نحو هذا الأمر أكثر من مجرد أنه تمتحن امتحان بيولوجيا نتومي وغيرها من المواضيع والجيبي سكور عالي وخلص أنت راح تكون المفضل في الاختيارات الطبية فخلوا المسألة أقرب إلى الـ Clinical وهذا طبعا يسهل على طلاب الطب كوننا نعرف أنه الخطوة الثانية اللي تعتمد على مواد مثل الجراحة الباطنية النسائية وغيرها نسبيا أسهل لأنه أنت مرح ترجع لبايسك كثير جدا ممكن أشياء تطبيقيا تتعلمت عليها وبالتالي صارت نسبيا أسهل طبعا ليش دا أقول نسبيا لأن الموضوع ما ينخذ بهذه الطريقة شفت هواء أيضا من الدكاتر اللي شرحوا على هذا الموضوع أيضا وحاولت شوي نوعا ما تعمق بالمسئلة صحيح أنه الاستيب الأول صار أسهل الآن لكن مقابل رمما هذه الصعوبة رح تنتقل وقلت ربما لأنه ممكن هذا الشيء ما يصير إلى الاستيب الثاني وأيضا إلى خطوة أنه تجيب انتر كومنديشن لترز وتجيب توصيات جيدة من أطباء كثيرين حتى أنت تصعد درجتك بالمستقبل طبعا هذا القرار نسيت أقول لكم ما رح يطبق بكرة أو بعد بكرة هذا القرار رح يطبق سنة 2022 فهذا القرار رح يطبق سنة 2022 طيب الخطوة الإيجابية أنه صارت الخطوة الأولى سهلة جدا فأنت الآن إذا كنت قبل مستصعبها ومستصعب هذا الطريق ومستصعب خط أنه حتى مو شرط لأمريكا ممكن أنت تريد هذه الامتحانات لدولة معينة أنت تشتغل بيها تحتاجها إذا كنت مستصعب هذا الطريق الآن الفرصة صارت سالكة نوعا ما وصار أسهل سنة 2022 راح تصير المسألة فقط نجاح أو رسوب ما بيها درجة بالنهاية تبقى راح تخاف على الدرجة مجرد راح تقرأ وتفوت الامتحان حتى تنجح مو أكثر تبقى الستيب الثاني رازم تقرأها مثل قبل تحضر له بشكل أكثر يعني نفس النظام اللي كنت عليه قبل يعني نفس ما كنت تدرس له بالسابق ترجع تدرس له بشكل جيد حتى تنجح وتجيب درجة به أما الستيب الأول راح القلق من عنده وتقدر الآن تفكر بالستيب الثاني أكثر لكن أيضا تقرأ الستيب الأول حتى تنجح مو معناه تصار باسفيل يعني مو معناه تصار سهل بمعنى أنه راح أي واحد يفوت ينجح لا هذا الامتحان يظل الامتحان تحدي وراد لدراسة لكن الفرصة صارت أكبر فهذا بالنسبة للخبر الجديد اللي صار بالموضوع طيب نتكلم بشكل بسيط عن هذا الامتحان اللي ما يعرفوا الستيب 1 USMRI والخطوة الأولى امتحان معادل الأمريكي تتكون من 280 سؤال مقسمة على سبعة مراحل كل مرحلة بيها 40 سؤال أو كل محطة يعني تمتحنها بيها 40 سؤال فبالمجمل راح تصير 280 سؤال طبعا بيوم واحد راح تمتحنها بعد ما تكون سجلت من خلال الMBME وتكون حصلت على موعد الامتحاني ودفعت رسوم الاشتراك طيب شنو المواضيع اللي تدرسها بهذا الامتحان بالنهاية شنو راح تدرس مواضيع وشنو السبجكت المهمة بهذا الامتحان اللي تجي من عندها الأسئلة وشنو نسبة للأسئلة اللي تجي عندنا الPathology هو يشكل النسبة الأعلى من الدراسة لهذا الامتحان بنسبة 27% بعدها الPathology والPathology مهمة جدا هنا في هذا الامتحان لأن تكون متداخلة مع الPathology الPhysiology الMicrobiology يعني الأساسيات ما راح أطول أقرار لست بشكل كامل ما وجودة قدامكم لكن همشي يتركز على الPhysiology الPathology الPhysiology والMicrobiology حتى تحصل نسب النجاح طيب فهذا بالنسبة لهذا الامتحان شنو مصادر الدراسة أو خلي نقوله الReview Books طبعا أنا ما أتكلم على Text Books ما أتكلم على كتب كاملة دعا أتكلم على كتب مراجعة أهم المصادر هي الفيرست ايد وأنا صراحة شخصيا أنصح بالفيرست ايد للستيب الأول ربما الكلام يختلف لو كنت تتكلم على الخطوة الثانية ستيب 2 يو اسمري لكن الخطوة الأولى نعم الفيرست ايد هو أفضل مصدر مو معناته أنه يحوي كل شيء لا لكنه جايب لك أغلب الأشياء الموجودة فلما أنت تقرأ تشوفي نقص تقدر تضيف عليها تكتب عليها نواتات معينة لكن بالنهاية حاوي أو محتوى على أغلب الأفكار اللي تحتاجها مصادر ثاني للدراسة عندنا كتاب Step Up عندنا مجموعة Kaplan بس لكن كتب Kaplan هي كتب شوية مطولة أكثر من الفيرست ايد الفيرست ايد إذا كان أنت عندك معلومات نسبيا جيدة تقدر مباشرة تتبدأ بالفيرست إذا كان كل شيء ما تعرف ومسألة عندك ضعيفة لا تزال فمجموعة كتب Kaplan وفيديوهات Kaplan ممكن تفيدك نسبيا عندنا أيضا كتاب Crash لـ USML طبعا كتب كثيرة غيرها لكن هذه بالمجمل المصادر الأساسية واني أنصح اللي عندهم معلومات شوي يحس نفسه يقدر على المعلومات البيسيك مباشرة يقرأ الفيرست ايد اللي راح يفيده بشكل طبعا هنا نحط نسخة 2018 هي تنزل نسخة جديدة كل سنة تقدر تشتريها مباشرة للأنترنت أو تحصل عليها من نسخ سابقة إذا عد زملائك مشتريين النسخ تقدر تحصلها طيب بنكل أسئلة منين نجيب الأسئلة لندرسها لهذا الامتحان طبعا بنوك الأسئلة كثيرة لامتحانات الطبية ومن ضمنها لـ USML إذا أنت كنت تقاري الأسئلة كاملة تريد تمتحن نفسك كامتحان تجريبي قبل الامتحان الفعلي تقدر تدخل على الـ MBME وهما يمطون امتحان تجريبي بمبلغ معين تدفعه وتسوي تسجيل وتقدر تمتحن عمليا امتحان تجريبي لكن هذا أفضل يكون قبل الامتحان مو أنه تمتحن وانت بعدك مدارس كل شو تخسر مبلغ مالي عليه طيب شنو العدمين تقدر تدرس عندنا من أهم المصادر لدراسة هذا الامتحان الـ USMLI Word أو الـ U-Word طبعا هذا موقع تدخل تسجل بي تدفع مبلغ معين أكون نسخ قديمة من تشرب الانترنت لكن طبعا هي تتحدث هذه الامتحانات بشكل دوري فيعني طبعا نوعا ما أن تحتاج ممكن تدخل في فترة اشتراك معينة في الموقع الرسمي إلهم هذا يكون أفضل ربما النسخ القديمة تكون نوعا ما ضعيفة تقدر تقراها كبداية إذا حصلتها لكن النسخ الحديثة مطورة تكون أكثر بها شرح طبعا هذا كل سؤال راح يجيب على شرح المفصل فل يو اسمالي وورد ربما نوعا ما هو شوي يكون غالي نسبيا مقاومة بالبقية لكن يحتوي على معلومات كثيرة راح اطورك كطالب طب وكطبيب مو فقط كامتحان يو اسمالي فهذا أيضا من الكيوبانكات المهمة جدا عندنا كتب كابلين أيضا فيها كيوبانك عندنا الفيرس تايد أيضا عنده كيوبانك لكن صراحة ما يجب قوة الليو وورد ككتب تاكستبوك ككتب قراية فالفير ستايد جيد أما ككيوبانك فأتصور اليوورد هو الأفضل طيب شنو بعد عندنا في الآن من الأخيرة ظهر أيضا كيوبانك أو بنكس إلى نسبيا أرخص وجيد نوعا ما اسمه USMLA RX فذكروا هذا الاسم USMLA RX اللي شفت نوعا ما جيد يعني ما بيعيب معين صح الأسئلة نوعا ما أسهل من الـ USMLA أو يوورد لكن بالمقابل الآن مستوى الامتحان ما صار بهذا الصعوبة اللي كان عليه بالسابق فربما الـ USMLA RX ربما يكون خيار جيد أيضا فيه أيضا كيوبانكات ثانية لكن بشكل عام هذه المهمة اللي ذكرتها الـ USMLA أو الـ U-Word والـ USMLA RX ممكن تكون مهمة فيعني أتصور أن تهتكم معلومات بسيطة شوية عن الموضوع حبيت أشارككم بيها أيضا سويت جروب تليجرام ممكن أن تدخلون به هذا الجروب راح يخصص لهذه المسألة مناقشة هذه المسألة الدخلون بي تتناقشون ممكن أنا بعض المرات أضيف لكم فيديوهات معينة أيضا ممكن بعض المرات تصير فيها محاضرات أونلاين فإذا حاب تدخل على هذا الجروب أيضا تستفاد من عنده أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في حياتكم العملية وامتحانات الطبية وألقاكم في فيديو آخر السلام عليكم